تاني حاجة قبل ما ادخل في المنتخب الحقيقة انا ما بحبش طريقة المزايدة يعني انا ما انفعش ازايد على نادي الزمالك او ازايد على نادي بارامة زحت او ازايد على نادي الاهلي او ازايد على اي رادي في مصر او على اي مواطن مصري ما انفعش ازايد علي بعد موصلنا سيمي فاينال وبعد المطش الكبير اللي قدمه منتخب مصر مبارح قدام فرنسا لقيت مزايدات شغالة هو لو كان الاهل سابع عبد المنعم وساب امام عشور مش كان زمان المنتخب كيس في فرنسا تخيل يعني لو الاهلي كان سابع عبد المنعم وساب امام كان المنتخب مصر كسب فرنسا طيب مع انه مش زمب اي نادي مع انه برضو نادي الامبراماتز ما سابش مصطفى فتحي ما سابش اي لعيب وده مش زمبه ولا نادي ليبربول ساب صلاح ولا نادي نانت ساب مصطفى محمد ولا نادي بتاع ترابازون ساب تريزي جي لو انا هزايد يعني لو حامش في سياسة المزايدة طبعا مين يا مراحش ليه طب او صلاح مراحش ليه طب او مصطفى محمد مراحش ليه طب اشمانة تريزي جي مراحش طب مرموش مراحش ليه طب مرموش لما تصموا اسكر المتخب الاول في اي دي وما جايش المطشين بتوع تصفات كاس العلم اللي فاتوا ونزايد علي طب حامدي فاتح مراحش ليه اللي هو اكرا القطري طيب بلاش كده طب عمين عم مراحش سير دي باك ماشي مفيش في الدور المصري لاعب سير دي باك في السبعتاشر نادي التانيين ينفع يبقى مع حسام عبد المجيد وعمر فايد فيش ولا لعب سير دي باك يعني مش احمد سامي ومحمود مرأة واسامة جلال في بيرامدز هو مش محمد اسماعيل والعش في زد هو السيراميكا مش عنده محمد رمضان بيكهم هو مش فكرويني بسردباكات هو مش كلوشة في امبي هو بقى للمحمدي مش في المصري ولعب دولي مش فيه لعيبة كتير موجودة في الاندية يعني يعني ميكالي مش كان لو ماخدش عبد المنهم معين ميكالي مقالش لعبد المنهم ولا قال امام عشور ده احنا كلنا ده كلها كانت تسريبات لكن مطلعش ميكالي ولا قال صلاح حتى يعني ميكالي حتى مطلعش قال صلاح كل دي كانت تسريبات اعلامية طيب عبد المنهم وامام عشور وكان من التالت الشناوي تقريبا او مصطفى شوبير كان بيقوله كده حاجة كده يعني طب سؤال ما كانش اننا هيلعب يعني اللي هو افضل لعب في مصر في البطولة من افضل اللاعبين ما كانش زيزو هيلعب مثلا طيب هو اللي تقلقوا مع المنتخب الولمبي مش منهم حمزة علاء افضل حارس في البطولة حتى الان ومش انا اللي بقول ده عامله منتخب السيمي فاينال وريني كده يابني حمزة علاء هو حارس مرمة منتخب السيمي فاينال على فكرة يا طيب لو منهم كان راح ما كانش وحسام عب مجيد يلعب طب ده حسام عب مجيد في منتخب السيمي فاينال ده فيه ثلاثة في منتخب السيمي فاينال حمزة علاء وحسام عب مجيد ومحمود صبر طب هو حمزة علاء ده مش من نادي الاهلي هو كريم الدباس الباكليفت اللي كان موجود مبارح في مطش فرنسا اللي اتقلق ده مش النادي الاهلي هو كوكا مش النادي الاهلي ايه المزايدات دي يعني ايه الطريقة دي في التناول يعني طيب وانا ما تناول قضية زي دي بحق اقول الاهلي ما باعدش ليه او بناماز ما باعدش ليه ورافضوا ولا اقول من المسؤول عن هذا التعارض هو اللي يتحمل المسؤولية يعني ما اتكلم بحق ربنا اقول هذا التعارض ما بين بطولة الدوري وان النادي الاهلي والنادي كان بتنفسه لغاية 15 يوم فاته يعني لغاية يوم 22 سبعة المطش التاني اعتقد كان 22 سبعة لأهلي والبيرامدز كان محدش عارف مين هياخد الدوري الاهلي كسب المطش الاولاني 12 سبعة اعتقد وكان بعدها بعشر تيام 22 سبعة فالمطش التاني 22 سبعة ده هو للاهلي اكد بنسبة فوق 60 سبعين في المائة انو هياخد الدوري ثم توالت الانتصارات بعد كده واخد الاهلي خلاص يعني عايز نقطة في المطشات اللي بقية افرد بنا متز كان كسب مطش 12 سبعة او كسب مطش 22 سبعة مثلا انا بقول مثلا يعني وما تأسرش وما احبطش وكسب بقى متشاته مش كان زمان دا الغد دلوقت مش عارفين مين هياخد الدوري حتى هذه اللحظة طب مين عمل هذا التعارض بين الاندية والمنتخب مش دا اللي يتحسب مش مفترض دا اللي يتحسب يعني الاهلي اللي عنده 3 لعيبة في التشكيلة الاساسيا مبارح ولا بيراميز اللي عنده 2 في التشكيلة الاساسيا مبارح ولا الزمالك اللي عنده 3 في التشكيلة الاساسيا مبارح ايه المزايدات دي ايه دا يعني اي تناول انت بتزايد في على نادي بحجم النادي الاهل يعني يعني هل انا ما اتكلم كده انحياز للاهلي ولا انحياز للحق هو انا هو انا حرق هو انا هو انا هو انا ما بحبش معين انا بحبش الطريقة دي بس هو انا اقول لك هو الاهل اللي في كاتل عامل عندها مش راح لعب وما عندوش لعبة الدولين كانوا كانوا مع المنتخب هو اصل ينفع انه حط الاتنين في كفتين متساويتين الاهل والمنتخب دي مزايدة رخيصة ملاقش معنى يعني اطلع اقول زي الجمهور طمو الاهل كانسية مناس قبل كده طمو هزا مالك الضر قبل كده طمو الاهل الضر قبل مطش سنبا لما العشرة في المنتخب مع كابتن حسام حسن وسافره قبل الماتش ب 36 ساعة بس طمو هزا مالك قبل كده لاب ماتشات في افريقيا وكان المعسكر بتاع المنتخب واخد لعبته هو اصل بيراميز كان عنده مشكلة ونفسه ياخده بريم عادي اللي مش عارف هو ينفع الكلم اقول كده ايه يا جماعة ده اللي اتحاسب من صنع هذا النظام اللي فيه تعارض هو فيه اصلا دولة في العالم اتحطت اندياتها ودام حك شبه ده يعني مثلا الفرنسا اللي بطلع في الولمبيان هل الدولة الفرنسية شغال حتى الان لدرجة ان الدولة المنتخب الفرنسي مش عارف ياخد يعني حيسيبوا اللعبة الدولة الفرنسية للمنتخب فرنسا ولا لا هل الدولة ليس شغال عشان اعرف الانديها هتعمل كده ولا لا هل في اسبانيا الدولة شغال عشان اعرف الانديها الاسبانية هتوافق ولا لا هل 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 ايه ده ايه المزايدات دي وكده كده العقل يهش يعني ايه كده كده يعني هو كده كده العقل هترصغ فكرة ايه هو الاهلي وان ما نشوف الدور ما ليوش منافس يعني يعني البقى كلومكم برص لما قول عصره كده كده لا مش كده كده العقل يهش في الدور يعني كان عنده منافس قوي السناني عنده منافس تأثر بأزمات ضخمة جدا من اول الموسم زي الزمالك اثرت تعليفة بعدها المنافسة بس ظهر له منافس قوي جدا اسمه برامتز لغاية يوم 22 سبعة انت مش عارف من ياخد الدور وعلى فكرة حتى لما الاهل يكسب برامتز الماتشين خد بالك لغاية الماتش الاولين 12 سبعة لو تساوف الماتشات الاهل يبقى فالي بنقطة دور اللي ياخده الاهل خلاص يعني انت عايز تقول ان الاهل باي حد يكسب اي حد يكسب الدورة بوان ما نشوه يعني يعني اللي بقى يكون بارس في الدورة المصري ده ترسيخ للفكرة دي كلام بعتبره يعني ليه عارف انت ما يقولك العب على اعصاب ومشاهر الجمهور العب على مشاهر الجمهور باستمرار العب على مشاهر الجمهور والناس تاخد الكلمتون دول تجري على سوشيا الميديا تكتب وبص انا ترندو وشابانا ترندو وعلي ترندو ومحمود ترندو كلام في الميديا انا بعتبره مايصحش المزايدة على مه مكالة الاندامش بس الاهلي او الزمالك الاندام العظيمة دي اي نادي اي مواطن اي من ادم لا يليق المزايدة على وطنيته بايصحش عايز تتكلم كلام حق واثناش قضية عادلة من تسببا في هزا الارتكباكة حاسب يعني لو انت منبادر يمزبط البلان بتاعتك بتاعت المنتخب الاوليمبي من شهر تلاتة ولا اربعة اللي فات وعارف من الفترة بتاعت شهر سبعة دي مفضيها للمنتخب الاوليمبي ومفضيها للاندية ومفضيها لكل الناس يبقاش قدامك على المنتخب الاوليمبي وكل الامكانات تتوفر له ما كناش وصلنا نقول اصدح يجيب اللعيب قده مش يجيب اللعيب هنينفع نزاد على صلاح طب هنمدرب بتاع صلاح قال ان رفض صلاح ان يروح لالاوليمبيات لتأثير ايجابي على انه خط فترة الاعداد من الاول ومستوى دلوقتي مبهر بالنسبة لي مدربه الجديد قال كده هنزاد على صلاح طب هنزاد على تريزي جي طب هنزاد على حمد فتحي طب هنزاد على مصطفى محمد طب هل ده تقليل من النن ومزيزو يعني من افضل اتنين في البطولة مش بس في انتخب مصر يعني مع المجهود اللي عامله زيزو ده مبارح ده والمطش بتاع براجوية رهيب والنن رهيب يعني كان عب منعم وامام ومصطفى شبير ولا صلاح ولا مصطفى محمد ولا ولا كان افضل مش ده فيه اجهاز على الناس اللي شيئت دي وتعبت دي وظهرت دي دي من نقطة تانية مش عاجبني الطريقة دي بصراحة لكن فيه واجب شكر لازم يتقال بالتوازي وانا قلت الكلام ده من كام حلقة بس الناس مركزاتش قوي انه لازم توجيه الشكر اللي ناجي الزمالك فيما يخص زيزو لان الزمالك اه زمالك ما بنفسش قول فصل وربما لو الزمالك بينافس ما يقدرش يود دي زيزو ما بقاش عب فيه يعني مش معناه انه مقصر لكن هو محطوط تحت ضغط المنافسة وبطولة الدوري والاتحاد اللي حاطت الاندية في المحكدة لكن اهز زمالك ما بنفسش بس في نفس الوقت الزمالك عنده فرصة انه يخش المربع الزهبي ويبقى ثالث بعد الاهل وبنا ما تزالان فرق النقاط زيد فمحتاج لعابته وزيزو فرقة يعني احمد زيزو فرقة بصراحة احمد زيزو مؤثر جدا جدا نشوفنا مبارح لما خبق خرج حتى العشر دقاء الهجوم نتأثر ازاي ولما يكون زيزو مش في مستوى بنشوف هجومنا بيبقى عاملت زي ولما يكون زيزو فاي بنشوف هجومنا برضو عاملت زي رغم كده الزمالك فيه احتياج لزيزو وعايز يخش مربع الزهبي وعايز يحفظ ماء الوجه يعني وقرر انه هو يسيب زيزو وبنافسش على الدوري ولكن محتاج زيزو فلازم نوجه الشكر برضو الحقيقة لنادي الزمالك والجمهور لنادي الزمالك وزيزو كان عنصر مؤثر جدا 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 مع المتخب الأولمبي وربنا كرم نادي الزمالك وبقتلت الدوري يعني اطر انح ماتش خسر ماتش اتعادل ماتش بس تيك 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 بقتلت الدوري لما كسب انب مبارح اربعة اتنين بقتلت الدوري واعتقد مش حده مركز اللي يليق الزمالك يليق بالاول وانخسر الدوري بيبقى التاني إنما تالت رابع خمس دا لا يليق لا بالزمالك الزمالك والأهلي بالزيت هتقول انت منحاز للأهلي والزمالك والزمالك والأهلي للقاء انا منحاز يا سيد الأهلي والزمالك منحاز للتاريخ منحاز للجمهورية منحاز للعظمة لما اجا اتكلم على المكانة انا منحاز للأهلي والزمالك ثم الاسمالي والمصر والاتحاد والمحلة ولنديها الجمهورية كلها لما اجا اتكلم عن قضية بين اتنين لعيبة على انذار على فاول على ماتش على بنالتي على حق بين ناديين في صدام مصطرة واحدة الزمالك والقالي زي يوم زي اي نادي تاني في ناديت المؤسسين لكن لما اتكلم عن العظمة والتاريخ انا حاز لقالي والزمالك اما انا حاز للي مين ده الكورة للجمهور وبرامجنا للجمهور وما فيش كورة في مصر وما فيش رياضة في مصر اوعى تفتكره يعني اوعى جمهور الاهلي يفتكر لما الزمالك يبقى منهار او عنده مشاكل او لا ينافسه في اي لعبة مش بس في الكورة يعني ان دي ميزة للاهلي لا خالص القوة بيتيجي من المنافسة لذلك تلاقي في الدول الاوروبية المتقدمة زي اسبنية وانجلترا وفرنسا وإيطاليا والمانيا اللي هم الخامس الدول العظمى في كرة القدم كل همهم الكبير زي او الدوري بتاعه طول الوقت ازاي يبدل الدوري بتاعه بمعيار قوة جد ويتنفسه من الدوري بتاعه اقوى والتعديلات والتحسينات وتعديل اللواح وطول الوقت مهمومين ان الدوري لو معياره مثلا يعني تسعين في الماء في معيار القوة بقاش تسعة وتبالين في الماء لان قوة المسابقة بتيجي من قوة المنافسة تنعاكس على المنتخبات فقوة الناس تفتكر ان الزمالك لما يبقى بعيد عن المنافسة ان الاهل بقى عايش في الملعب الواحد وفتبقى دي ميزة لا دا مش ميزة الاهل بيقوة لما يكون في منافسة تخيل الاهل الاهل لو حسم الدوري من عشر اسابيقة كان زمالك انت قاعد بلا ثلاث شهور ولا قيمة للكرة المصرية ولا كولر دا كان يعود يعمل تدوير ويعود يفنن واللعاب الفلاني واللعاب العلاني وخوة وليه بقى عندك بقى فرقة الاهل بهذا المستوى الكبير وفرقة برامات زب هذا المستوى الكبير وعندك منتخب الكابتون حسام حسن بيقدر يطلع على العيبة من هنا بس عشان ظهرت منافسة فقوة تفتكر ان الزمالك لما يبتعد على المنافسة دا نجاح للاهل والله عليك يا اهل الزمالك اصلا بعد كده كده لك بالعكس دا انت يا اهلاوي لازم تبقى مهموم بقوة الزمالك في كل الالعاب عشان خاطر الاهل يبقى مستمره طول الوقت في تطويره وتقويت نفسه عشان دا بنعكس على اداؤه عشان خاطر يروح ينفس لأفريقيا ويكسب يروح كاس العالم يكسب يروح الانتركون دا انت يكسب في كل الالعاب والزمالك نفس الكلام بقول للزمالكاوي وهتفتكر الاهل لو وقع وكان قبلها بسنتين الزمالك بياخدوا الدوري والكاس وهتفتكر الاهل لما يقع عالزمالك يا انا هيخش يدغدغ الدنيا لأ خبس طول ما المنافسة قائمة انا ديتكم امثال على اوروبا مهمومين طول الوقت ان الدوريات عندهم تبقى اقوى دوريات عشان دا فين عكاس على المنتخبات وان عكاس حتى فلازم لما يحصل قطب من القطبين تحديدا الاهل وزمالك انا منحيز للاهل وزمالك لما يبقى القطب عنده مشاكل كل الناس تشتغل ازاي تقويه وتدعمه وتحاول تقومه بقدر الامكان لغاية ما ينهب ثم المنافسة في الملحب اللي عايز يشجع بقى الاهل يشجع اللي عايز يشجع الزمالك يشجع لكن لا تعمل الرياضة بدون منافسة هو لولا بيرامل زنافز كان زمان الدورة السنادي اللي طعم مش كده ولا ايه فعشان كده فكرة المزايدات على الاهل وزمالك ده مسألة مرفوضة وفكرة انه هو ليه من عم راعش عايز تحاسب حاسب من وضع القرى المصرية في هذا المحك وجعل الدوري موجود في نفس توقيت المنتخب الولمبي في نفس التوقيتات في كل العجد ده اللي يتحاسب ده اللي يتحاسب ترجمة نانسي قنقر